اشتركوا في القناة النادي الاهلي ومن محبي الوزير نائب رئيس النادي الاهلي الوزير العامري فاروق كانوا متوجدين في المستشفى الناس قاعدة طول النهار الحقيقة من الصبح البالليل ممنوع الزيارات محدش بيطلع يشوفوا محدش ولكن الناس بتبقى موجودة من الصبح البالليل الناس اللي بتبقى دايما موجودة والده ووالدته والده ووالدته واخواته طبعا وزوجته وأولاده كلهم موجودين دائما ولكن انا هتكلم تحديدا عن والد الاستاذ العامري فاروق ندح علي النهاردة قال لي اسلام لو سمحت جي قاعد معايا قال لي بص الاخبار اللي مكتوبة عاملة ازاي قال لي الاخبار كذا وكذا وكذا والحقيقة اخبار مكتوبة هي اخبار ليست صحيحة جماعة من فضل حضراتكم من فضل حضراتكم الناس اللي بتكتب اي حاجة على السوشال ميديا المرض مفوش اجتهاد في ناس كتيرة بتقرأ يكفي ان انت تشوف ده دموع والد الاستاذ العامري فاروق هو بيتكلم عن واحد من الاسماء كاتب بوست هو غلط كله غلط فده لا يندرج يا جماعة تحت بند اجتهدات صحفية ولا الكلام ده خالص ده توجه انساني بحت والده قاعد ووالدته لقيتهم بعياته قاعدين بعياته الكلام ده صحيح يا كده قلت لهم احنا عاديين في المستشفى معاكم احنا عاديين في المستشفى وشايفين اللي بيحصل وشايفين الاعتمام الكبير وفق بروتوكول من افضل البروتوكولات في العالم انا بقول لحضراتك الكلام انا عارف انا بقول ايه الاستاذ العامري فاروق بيعالج وفق بروتوكول من افضل البروتوكولات في العالم هناك كونسولته كبير جدا على حالته فمن فضل حضراتكم محدش يكتب كلمة وهو مش عارف هو بيقول ايه من فضل حضراتكم لو شفته اللي انا شفته النهاردة حضراتكم هتزعله جدا 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 ومحدش هيكتب كلمة على السوشال ميديا الا لما يبقى متأكد ومحدش متأكد لانه احنا موجودين طول النهار نادي الاهلي كله موجود طول النهار في المستشفى طول النهار من تمانية الصبح هتلاقي ناس لغاية الساعة تمانية الصبح تاني يوم هتلاقي ناس الاربع عشرين ساعة فيهم ناس قاعدين تحت محدش يعرف الحالة لانه الناس هناك بتعمل وفق بروتوكول زي ما بقول لحضراتكم بروتوكول عالمي وبيتم تنفيذه على ايادي وافضل الاسادزة والدكاترة في مصر بيتعاملوا في هذا الامر لو تشوفوا حضراتكم من نهاردة والد الاستاذ العمري هو بيدمع والدته والله العظيم ثلاثة يعني اي حد حيجي يكتب حاجة حيبقى واخد باله من اللي بيكتبه فمن فضل انا اسف ان انا منفعل في هذا الامر لكن الامر كان قدامي وكان يعني راجب بيكلمني فكل اللي مطلوب انا معرفش يعني مقدرش اوصف لحضراتكم الحالة ايه لان انا مش دكتور معرفش اطلع اقول والله اصله الوضع كذا والوضع كذا لا 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 انا لا اقدر اقولك الوضع كويس ولا اقدر اقولك الوضع وحش لما يطلع بيان من المستشفى حنطلع نقوله لحضراتكم لما يطلع بيان من النادي الاهلي حنطلع نقوله او نتكلم فيه مع حضراتكم لكن كل يوم اطلع اتكلم مع حضراتكم مش انا الوحدي انا وكل زملائي في قناة الاهلي وكل زملائي في الاعلان انا سمعت النهاردة الراديو كله الحقيقة اهلوية وزمالكوية طالعين يقولوا دعوة للعمر فاروق كل القنوات الرياضية وكل البرامج الرياضية أول حاجة يقولك ندعي لأهلنا في غزة وندعي للعمر فاروق فكل اللي أنا بطلبه من حضراتكم أرجو تكثيف الدعاء فقط لغير وحضرتك بتصلي حط في صلاتك دعاء لهذا الرجل فقط لغير الحالة إيه ومش الحالة إيه والكلام ده كله يعني محدش يقدر يوصف لحضرتك إيه الحالة إلا حد دكتور متخصص لأنه أمر صعب زي ما احنا عارفين من أول يوم وزي بيان الأهلي من أول يوم واضح فاللي بقوله لحضراتكم كل اللي برجوه من حضرتك أن انت تدعو لنائب رئيس النادي الأهلي الوزير العمري فاروق أي حاجة بتتقال في إطار أصله الوعي الكونشوس بتاعه كذا فالوعي بتاعه كذا فبقى كذا الكلام ده غير صحيح محدش يعرف الكلام ده محدش يعرف هو كان كان بقى كام قال أو زاد محدش عارف لأنه من ضمن البروتوكول اللي بيتعامل البروتوكول زي ما قلت لحضرتك هو بروتوكول عالمي بيتم تنفيذه هنا فاللي بقول لحضرتك من ضمن هذا البروتوكول اللي معلومات قليلة جدا اللي بتتقال في هذا الأمر إلا لأهله للدائرة المقربة فقط لا غير ليه أنا معرفش يعني ده ده بروتوكول معمول بيه عشان كده أنا بقول لحضرتك معلش أنا آسف مرة تانية خلي بالحضرتك وانت بتكتب أي حاجة على الفيسبوك أو على أي حاجة من المواقع التواصل الاجتماعي خلي بالك ممكن جدا تكون حتضر حد والده قال لي بص يا إسلام وقاعد يعيط الرجل والدته بص يا إسلام وقاعد يعيط وقاعد يتعيط قالت لي هو الكلام ده بجد قلت له احنا عاديين معاكم احنا مع بعض فمعلش عذروني للعصبية والنرفزة في هذا الأمر لكن اللي أنا شفته واللي كتير النهاردة كانوا واقفين كلام كتير بيكتب وهو كلام والله العظيم تلات أشهد أن الكلام اللي مكتوب كله تقريبا من 80% من الكلام اللي مكتوب هو كلام غير صحيح بالمرة غير صحيح يعني أنا قعدت أقرأ البوست للأستاذ الفاروق العمري والرهولي والد الأستاذ العمري فاروق قعدت أضحك لأنه البوست مش صح كله مش صح فأرجو من حضراتكم إن احنا ناخد بالنا والنبي وإحنا بنكتب هذا الكلام وأنا لا أرجو أو أرجو من حضرتك غير حاجة واحدة فقط وهي الدعاء للسيد العمري فاروق فقط لا غير هو ده اللي نملكه دلوقتي ولكن حالته عاملة إزاي هيحصل إيه بكرة هيحصل إيه دلوقتي هيحصل إيه بعده لا أحد يعلم ربنا بس ننتقل إلى